مع تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة تتعظم مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب والزرعة فبالرغم من أن المياه تغطي أكثر من 70% من مساحة الأرض إلا أن 2.5% فقط من المياه على سطح الأرض صالحة للشرب وما يزيد من صعوبة الأزمة هو تزايد تلوث كميات المياه المتاحة للبشر سواء عن طريق الأسمدة أو التلوث الصناعي أو الملوثات الأخرى ناقوس خطر عالمي آخر يتركه وحش مخيف اسمه الجفاف ففي الولايات المتحدة الأمريكية تعاني 85% من مساحة ولاية كاليفورنيا من جفاف خطير وباتت مدن ومناطق زراعية تعاني من نقص المياه وهو ما ينذر بخروج الأمور عن نطاق السيطرة وفي أوروبا عانت دول عدة من جفاف غير مسبوق الصيف الماضي ففي مدينة ليون الفرنسية قررت السلطات حظر استخدام المياه في غسيل السيارات أو ري الحضائق المنزلية وفي المغر شهدت البلاد شهورا من الجفاف هي الأكثر منذ عام 1901 أما بريطانيا فقد أعلنت خلال صيف 2022 حالة الجفاف في أجزاء كبيرة من البلاد وفي أفريقيا تتسع مخاطر رقعة موجة الجفاف الحالية في بلدان القرن الأفريقي والتي من المتوقع أن تطال تأثيرتها المباشرة أكثر من 40 مليون شخص من سكان المنطقة ويتوقع أن تؤدي إلى نفوق مئات الآلاف من الماشية والحيوانات البرية وإذا كانت الأرقام التي ترصد وقع أزمة المياه عالميا تشير إلى صعوبات قادمة فإن الصورة في المنطقة العربية تبدو مخيفة لوقوعها جغرافيا في حزام المناطق الجافة وشبه القاحلة وتشير إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 إلى أن نصيب الفرد من المياه العذبة سنويا في المنطقة العربية بلغ 800 متر مكعب في عام 2019 وسيتعرض للتناقص عام 2025 ليصل إلى 667 مترا مكعبا وهو ما يعني أن متوسط نصيب الفرد من المياه عام 2025 فيمثل نسبة 20% مما كان عليه عام 1955